بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين الوزير طلع أخيرا في فيديو مصور بيان تصويري لكيفية تسليم الأبحاث والموضوع من أسهل ما يمكن ينفع تسلمه براحتك يا إما إلكتروني يا إما ورقي إلى المدرسة هنشرح الطريقتين بالتفصيل بعد ما نوضح النقاط الأولى اللي الوزير قال عليها أول خطوة هتعملها إنك على البحث من برا هتكتب أنت في سنة كام طب هكتب في سنة كام الصف الثالث الابتدائي الوزير مش عايز أي كلام عربي وأي كلام واضح عاوز الموضوع كل رموز لدرجة إنه هو قال لك ما تكتبش اسمك على البحث ولكن اكتب لي الكود بتاعك علشان أنا معرفش ده بتاع مين البحث ده فعشان كده أنت أول حاجة هتخلي بالك منها وهتركز عليها أنت في سنة كام لو في ثالثة ابتدائي هتكتب الجي سري جي كلمة جي دي اللي هي جريد اللي هي جريد يعني الصف الصف الثالث تمام فأنت هتعمل يا دوب حرفي الجي كابتل بالشكل ده وبعدين تشوفي أنت في سنة كام ثالثة هتكتب ثلاثة رابعة هتكتب أربعة بالإنجليش طبعا خمسة هتكتب خان فايف ستة هتكتب جي سكس أول عدادي يبقى جي سيفن تاني عدادي يبقى جي ايت ثالثة عدادي يبقى جي ناين تمام كده خلصنا من المرحلة الأولى للبحث ان انت هتكتب عليه سنة كام بالشكل ايه بالزبط تمام نخش على المرحلة التانية عايز تسلمه ازاي الأمور متاحة ليك وبرحتك عاوز تسلمه ورقيا كان بها انت عارف مدرستك وهديك المواعيد وهقولك عالطريقة عشان الزحام وعشان العدوى وربنا يسطرها طيب عاوز تسلمه إلكترونيا يلا نروح نشوف إلكترونيا هنسلمه ازاي يلا نتوكل على الله طريقة تسليم المشروعات البحثية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي في حالة الرغبة في تسليم المشروع إلكترونيا انت كده هتسلمه إلكتروني تمام اول خطوة عد معايا ست خطوات هنعملها ونفهمها كويس جدا اول حاجة قم بحفظ ملف المشروع في صورة بي دي اف اول حاجة انت كاتب المشروع انت عايز سلمه إلكتروني بقى طيب هو الوزير اصلا بيفضل موضوع الإلكتروني بانه هو حاب الموضوع ده وهو خريك آآ كلية هندسة الإلكترونيات فهو حابب الموضوع ده حابب موضوع إلكتروني وفعلا ليه مصلحتك بيقولك هيسهل علينا في التصحيح بعدين حفاظت على سريتك يعني الحاجة بتاعتك تبقى سرية ما تلمستش من ايد تمام ولا تطبق ولا تتعب نفسك ولا تروح مكتبة ولا بدنجان شغلك كله الالكتروني حلو جدا يلا نشوف بقى هنعمل ايه طيب بعد ما نصرع نبع استسلاف اول خطوة تحول الكتابة اللي انت كتبتها على ملف الورد دي على تليفونك او على الكمبيوتر بتاعك لبي دي اف طب احولها ازاي انا شرحت فيديو مدته دي ايه او نص ازاي تحول من البي دي اف بين التليفون ومن من الكمبيوتر اللي مش عارفها يقول لي فين التحويل وانا تدير ورابط الفيديو دقيقة ونص يبقى عارف تمام موضوع في غاية السهولة خلصنا من الخطوة الاولى خلصنا من الخطوة الاولى الخطوة التانية بقى قم بتسمية الملف البي دي اف كالاتي الملف اللي انت عامل وورد ده كتب انت بحس عمر بحس عالي بحس تلت ابتدائي حسب ما انت كتبه عندك لا احنا مش عايزين عربي انت هتكتب لي الكود بتاعك الكود هتسميه باسم الكود بتاعك وتحط في اخر الكود انت في سنة كام يعني الكود مثلا اهو تلاتة وربعين تلاتة وربعين سبعة وربعين ثمانين تمن اركام الكود بتاعك وتزود عليهم جي سري جي فور جي فايف جي ايت حسب انت في سنة كام زي ما انا وضحت في اول الفيديو واضحة دي واضحة دي تعالك اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي زي ما قلنا اهو واضحة هي وضحتها طيب مثال اه بيقول زي المسال اللي مكتوب قدامكم اذا كان هناك طب واحد يقول لي طب احنا خمسة عاملين البحث تلاتة عاملين البحث واحد بس اللي يكتب الكود بتاعه من بره ومن جوه هقولك تكتب ارقام زميلك فين حلو الكلام حلو الكلام نكمل يتم تسمية البحث او تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل للملف فقط اه والصف الدراسي واضحة دي اكتب الكود بتاعي واكتب الصف نفسنا كم جي تلتة ولا جي رابعة ولا جي وهكذا وهكذا تمام طيب خلصنا من الخطوة دي خلصنا من خطوة التحويل بدي اف والخطوة التانية كانت اسميه ازاي الخطوة التالتة ادخل على حسابك على منصة ادمودو طبعا علشان ترفع الملف الكتروني لازم تكون عامل حساب على المنصة طب بديعمل وبيطلع غلط ومش عارف ايه المشكلة كلها في حاجة اسمها رمز الفصل رمز الفصل تجيبه من المدارس بتاعك يا تاخد اي رمز الفصل تحطه لو انت عملت ونجحت واتحققت فعلا وعملت الخطوة بتاعت رمز الفصل دي طبعا يبقى كده ايه يبقى كده الموضوع بالنسبة لك سهل تمام طيب دخلت انت على منصة ادمودو ايه اللي هيحصل بعد كده اول ما تدخل هيفتح لك ايكونة الايكونة دي بقى اسمها ايه بقى انت هتجد في الفصول الدراسية بتاعتك ايكونة اسمها المشروع البحسي الفين وتسعتاشر الفين وعشرين ايكونة يعني زي حاجة تظهر قدامك كده كده بالشكل ده مسلا تظهر قدامك مكتوبة كده المشروع البحسي الفين وتسعتاشر الفين وعشرين هنعمل ايه هنضغط عليها ضغطنا عليها بعد ما ضغطنا عليها يا ترى ايه اللي حصل تعال نشوف ايه اللي حصل تمام هتظهر لك النافزة دي تمام النافزة دي فيها ايه بقى فيها رفع المشروع البحسي تمام هتضغط انت على بيقول ستجد في اي من فصولك الدراسية ايكونة المشروع البحسي. بعض الضغط على الايكونة. ضغطت انا هو. تمام? ستظهر لك نافذة رفع المشروع. النافذة بتاع ترفع المشروع هتظهرك. هضغط عليها برضو. هتروح فتحالي الملف ده. في ايه الملف ده? الملف ده هتكتب فيه في حالة واحدة بس. تمام? في حالة ما تكون عامل البحث انت ومجموعة من زميلك. هتعمل ايه? هتروح اه طبعا اه هتروح عامل ايه? هتروح بعد مساء الله صلى الله عليه وسلم. انا هتجيب لك بس الكلام اللي مكتوب علشان بس تتخلي بالك معايا. اهو. هنا اهو. الارشادات كلها اهو. في اي من فصولك الدراسية. اضغط على الايكونة. هلاقي بعد الرفع المشروع. بعد رفع المشروع اهو. قم برفع ملف البي دي اف. بس اكون صح اكون سميته صح. ارفعه ازاي? ما انا قلت. هلاقي على المنصة دي ايكونة من الحتة دي يعني بعد ما تتفتح لي. هلاقي مكتوب فيها التفاصيل. اعمل ايه في التفاصيل? احط اكواد العيال اللي معايا. طب انا عامله وحدي. خلاص. مش هتحط حاجة. تمام? هتدوس رفع على طول. طيب وبعد ما دوس رفع. اول ما تدوس على كلمة رفع هيفتح لك الكمبيوتر بتاعك. او التلفون بتاعك اللي انت شغال منه. طبعا انت هترفع ايه صورتك? لا. هترفع البحث. طب في اعرفه ازاي? ما انت مسميه. بالركم التعريفي بتاعك والصف الدراسي. تمام? فقال لي ايه بقى? قال لي اه قم برفع. قم برفع الايه? قم برفع ملف البي دي اف بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة. ان انا اعمله بالكود والفصل الدراسي. وكتابة الاكواد الخاصة بجميع الطلبة المشتركين اللي هم هنا. تمام? بس وكده انا رفعته وبيقول لي هنا اضغط على التسليم النهائي. هتلاقي كلمة التسليم النهائي. اضغط عليها اترافع البحث بكل سلام وامام. تمام? طيب. سوف تتاح منصة تسليم المشروعات للطلاب من تسعة مايو الى ستاشر مايو. طب الناس اللي رفعت قبل كده. لا ارجع. فيش رفع. انت رفعته على الوجب المدرسي. الوجب المدرسي ده ما كانش لسه حد قال لك ارفع عليه. تمام? طيب. اه طب نعمل دلوقتي? نستنى. بداية الرفع هتبقى تسعة مايو. اهو. من تسعة مايو لستاشر مايو. هي دي بداية الايه? بداية الرفع. الخطوة الاخيرة. طريقة تسليم المشروع البحثي من التالتة ابتدائي. ورقيا. الناس بقى اللي هي هتريح دماغها. لو انا والله هتريح دماغي. بلا 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 بودمودو بلا عفري تزرق. انا فاضل اللي لقدمودو ما قدومكش. المهم. هتسلموا ورقي بقى. هتسلموا ورقي. الموضوع بغاية البساطة. هتجيب ظرف اصفر. عشان تقفله. ظرف اصفر. ظرف كبير كده يشيل البحث اللي هو الظرف اللي هو زيده سي يعني. تمام? آآ وياريت يكون ورقي افضل عشان تقفله مسلا بالبلاستر بتاعه كده. علشان ما يتفتحش ويبقى معروف وتبقى دي مهمة المدرسة. تمام? طيب. هتكتب عليه من برا. رقمك التعريفي اللي هو الكود بتاعك. انت او زميلك. يعني حسب اللي موجود معك. يعني انت واحدك واحدك. انت الخمسة اكتب الخمسة. وتكتب لي في سنة كام? ومش هتكتب برضو تلتة ابتدائي وروا ابتدائي. لا هتكتب لي سري او جي سري او جي فور او جي سيفد. زي ما احنا متفقين. تمام? طيب. بعد كده هتكتب الفئة الخاصة. الفئة الخاصة دي خاصة بمين? منازل تكتب منازل. دمج تكتب دمج. آآ آآ ابناءنا في الخارج هتكتب برضو ابناءنا في الخارج. تمام? وتروح تسلموا المدرسة. والوزير قال لك وانت رايح والنبي البس كمامة الماسك التاعك. وكمان البس للجوينتي علشان ايه? علشان ما تاخدش عادوة. وهيبقى الموضوع متاح لفترة طويلة. فاحنا مش عايزين تزاحم. وكمان نص الناس هتسلم الكترون والنص هتسلم وارقي. فاكيد هتبقى الموضوع سهل يعني. فبيقول لي الفئات التي انطبق عليها هذا. الطلب الراغبين في تسليم المشروع ورقيا. الناس الورقي. طيب طلاب المنازل ما فيش الاكتروني ليهم. طلاب الخدمات اللي هو ما خدوش تابلت ما فيش الاكتروني ليهم. طلاب الدمج والتربية الخاصة برضو دول ما فيش الاكتروني ليهم. تمام? المصريين في الخارج برضو نفس الكلام. تمام? طيب. اه بعد تجهيز المشروع ورقيا. ضعه في ظرف مغلق. اتفاقنا احنا على موضوع الظرف ده. تمام? قم بكتابة الارقام التعريفية والصف الدراسي قلناه برضو الكلام ده. تمام? للطلاب المشاركين في المشروع انت وزميلك. ازا كنت ضمن الفئات الخاصة اكتب الفئة بتاعتك زي ما وضحت لك. تمام? اخر حاجة قم بتسليم من الظرف الى المدرسة برضو من تسعة مايو لستاشر مايو. وبكده نبقى وضحنا الخطوات بالتفصيل. ولو اي حاجة هو في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.